شباب أهلا بكم النهاردة هنتكلم عن مكونات شبكة البيانات أنا عايز أعرف إيه هي المكونات الرئيسية في الـ Data Network أول حاجة عندي يا شباب في المشروع أنا ببدأ في الجدران أو في الحيطة بلاقي مخارج البيانات أو مخارج الـ Data بتركب في الجدران في الحوائط الـ Wall تمام اللي هي Data Sockets أو بنسميها Data Outlet تمام؟ يبقى أول حاجة عندي مخارج البيانات اللي بتبقى موجودة عندي في الجدار أو موجودة في الأرضية في الفلور بوكس تمام؟ بعدين لازم ألاقي بعد Data Sockets أو Outlet بلاقي راكب فيها مين؟ كابل فأنا هعمل Data Cable طيب وبعدين هتجمع الكابلات دي تمام؟ من خلال روزيت التجميع أو مشترك تجميع بنسميه Batch Panel من خلال تجميع الكابلات بدل ما أدخل بالكابلات على الـ Switch مباشرة بدخل بالكابلات على Batch Panel عشان أبدأ أجمع الكابلات دي وبعد كده أدخل بأسلاك على الـ King بتاعنا تمام؟ في الـ Data اللي هو الـ Switch الـ Switch ده من أكبر المكونات اللي احنا نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الجزء الخاص بالـ Data Network يبقى الـ Switch تمام؟ مهم جدا هناخد تفاصيل كتير جدا عنه طيب وأنا وداخل بالكابلات دي لازم ألاقي حاجة بنسميها Cable Management اللي هو حتة بلاستيك كده بترتب بس دخول الكابلات منظم الكابلات بيسموه Cable Management وبعدين بدخل على الـ Router مهم جدا الـ Router بتعرف على جهاز السيرفر وبشوف عندي تمام؟ الـ Firewall سواء كانت الـ Firewall في الحاجات الصغيرة تبقى Software بس أو في الحاجات الكبيرة يبقى فيه device اسمه Firewall بتعرف في المكونات دي على الـ BDU والحتة دي مهمة جدا اللي هي Power Distribution Unit يبقى الـ BDU لما هنشوفها داخل البوكس أو اللي احنا دلوقتي هنسميه الـ Rack نبقى عارفين إن هي واحدة توزيع الكهرباء أو الطاقة Power Distribution Unit يبقى تعالى ركز معايا أنا هاخدك دلوقتي في رحلة من أول ما تحط البوكس أو السوكت الخاص بالـ Data على الجدار أو على الأرض وتأخذ من السوكت ده كابل وتروح رايح على الباتش بانيل عشان تجمع الكابلات والكابلات اللي متجمعها دي تدخل على الـ Switch في عندي منظم كابلات ينظم القصة دي وادخل بيها على الـ Router هربط الـ Router مع السيرفر في جهاز Software أو Hardware اسمه Firewall بغز كل الناس دي من Power Distribution Unit أو BDU وكل الناس دي بتبقى موجودة جدا صندوق تمام؟ علبة بنسميها الـ Rack يبقى أنا في الفيديو ده تعرفت على مكونات شبكة البيانات أو الـ Data Network واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بالـ Data Network والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته